ازايكم حبيبي عاملين ايه؟ ما تيجوا نعمل واجبة لذيذة جدا جدا ونسوي اللحمة بطريقة تخليها طرية ومستوية وما تشدش معانا كمان هنعمل شوية رز حكاية خفيف جدا جدا وطعم بشكل فظيع هنقدم كمان مع واجبتنا شوية بطاطس محمرة مقرمشة وما بتشربش زيت حكاية يلا بينا علشان نشوف الطريقة ونعرف مع بعض المقادير شايفين اللحمة وجمالها؟ هيلة ولا بتشد ولا بتمط ومستوية ولذيذة انا النهاردة استخدمت عرق الفلتو اخدت منه جزء وابتديت اقطعه ترنشات بسمك حوالي سنت ونص بالشكل ده عايز اقول لكم القطعية دي بتستوي من الهوى طيب لو مش قادرة اوفرها فاي قطعة لحمة هتنفع وهتبقى تمام التمام تعالوا بينا بقى ناخد قطع اللحمة اللي احنا قطعناها بالشكل ده ونبتدي نتبلها وتتبلتنا النهاردة تتبيلة بسيطة جدا بس طحفة عندنا ايه بقى؟ عندي ملح وفلفل وبهارات لحمة هبتدي اوزعهم واعمل كده مساج كده لقطعة اللحمة علشان تتشرب من التدبيلة وفتاصة على النار هبتدي احط معلقتين من الزبدة يسخنوا ويسيحوا هحط فص مستكة وابتدي اشوح قطع اللحمة كويس جدا علشان تاخد لون من الناحيتين هسيبها تاخد لون من الناحية وبعدين نقلبها الناحية التانية بالشكل ده طبعا الصدمة اللي احنا بنديها للحمة دي مهمة جدا بتخلي اللحمة تحتفظ بالعصارة بتاعتها وتبقى طرية وما تتفلش معانا في الاكل هاخد ورقتين كده او عدين من الروز ماري والروز ماري سهل جدا تزرعوه في البيت وهاخسلهم وحطهم كده على اللحمة ورقتين كمان من اللورة وكان فاصتهم سليم زي ما هو وخليهم كمان يتكتكوا كده مع اللحمة ويطلع راحتهم الحلوة اللحمة اخدت لون من ناحيتين يلا بينا نشيلها من الطاصة علشان نشوفها نحط مكانها ايه شلناها وفي نفس المكان هبتدي احط كمية بصل حوالي كيلو من البصل هفضل اشوح البصل ودي له كده رشة سكر واسيبوية كارمل ياخد لون يستوي ويبقى معانا بالشكل الجميل ده الريحة تجنن تعالوا بينا بقى عندي معلقة بودر ديم جلاس جابها من عند العطار عادي جدا هحط لها نص كبية مية وقلبها وابتدي اضيفها للبصل فايدتها ايه؟ انها بتديني لون حلو قوي ولمع حلو قوي لصوص اللحمة طب لو مش متوفرة نقدر نستغنى عنها مفيش مشكلة هزود مية مغلية وابتدي انزل قطع اللحمة اللي احنا كنا شوحناها وديناها اللون مع صوص البصل بالديم جلاس وغطي عليها وهدي النار خالص سيبيها بقى على نار هادية علشان تستوي وتعالي بينا نعمل مع بعض احلى رز ممكن تدقيه خفيف والناس اللي بتعمل دايت هيعجبهم جدا هحط الرز وحط عليه مية مغلية كل كبية رز بسمتي بتاخد كبيتين من المية المغلية وهحط بقى ايه؟ ملح ورق لورة حبهان وقرنفل ولو متوفرة عندنا زعفران هقلبهم مع بعض وساوي بقى الرز تمام؟ ممكن اضيف مكعب مرأة لو انا بحبه وغطي على الرز واسيبه يتشرب وبعد ما يتشرب بالشكل ده هحط مكعبين زبدة صغيرين او معلقتين زيت لو احنا بنعمل دايت وقلبهم مع الرز وكمل تسوية الرز بقى على نار هادية جدا وهو متغطي عايز اقول لكم رحته حلو قوي كده خلاص هنسيب الرز بقى لغاية ما يستوي تماما على نار هادية وبقى معانا بالشكل الحلو ده بجد خطير ينفع جنب لحم واسماك مش هيقولك لأ ابدا تحفى ما شاء الله والزعفران مديله لون حلو قوي مفلفل ولذيذ وطعمه حلو وخفيف يلا نعمل البطاطس هجيب بطاطس اخسلها كويس قوي دي بطاطس تحمير هنخسلها كويس قوي بفرشة غسيل الخضار علشان انا هقطعها باشرها بس لو حابة تقشريها مفيش مشكلة هبتدي اخد البطاطسايا مصين كل نص هاخده على تلات اجزاء بالشكل ده تاني يبقى كل جزء باخده تلات اجزاء اهو عشان تبقى تقطيعة الوجز هحطهم في حلة طبعا الكمية اللي انا عايزاها ومعاها معلقة صغيرة من الملح ومية مغلية هغطيها بالمية المغلية واضف لها الملح ويلا بينا على النار علشان البطاطس تتسلق يدوبك نص سلقة يعني تقعد على النار حوالي 4 دقايق مش اكتر من كده خلاص عدت ال4 دقايق يلا بينا نشيل البطاطس ونصفيها الطريقة دي بتخلي البطاطس معاها كيم قرماشة اكتر وما بتشربش زيت شايفين شكلها حلوة قوي حد يقولي لازم بقشرها هو مش لازم بس القشر مفيد جدا خاصة لما بتكون البطاطس كويسة ومش مرشوشة هنزلها في زيت سخن شكرا 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 شكرا